السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعدياتنا زواق الشهدة غادي نوريكم اليوم واحد طريقة باش نزوقوا الشهدة هاد الفيديو هادا غادي يكون مقصوم الى جزئين الجزء الاول غادي يعني غادي نديرو فيه غير هاد الشهدة من الوسط هادشي هاده اللي كتشوفوا فيه وفي الجزء الثاني غادي نوريكم يعني الزواق ديال البلايس اللي يبقاوا لنا خاويين نشوفوا الطريقة كيفاش غادي نزوقوهم اول حاجة نطلع الابرة من هاد النقطة هاده من هاد الغرزة اللي حدا العين الكبيرة ديال الشهدة يعني ركزوا معاي جيدا كتجيو حدا العين الكبيرة ديال الشهدة وكتطلعوا البرق هنا شوفوا معاي واحد طريقة ساهلة غادي نخدموا هنا بالطرز البرازيلي الطرز البرازيلي ساهل وتيجي زوين كنتمنى ان هاد الفكرة هاده تنال اعجاب ديالكم فاول حاجة غادي ناخد الابرة ابرة ديال الراندة عادية رقم خمسة يعني المهم البرادية الراندة عادية تقدروا تخدموا بشي ابر اخرى المهم انا خدمت بالبرادية للراندة فغادي نتشدوها وبهالطريقة هاده كيف ما انا شديتها وغادي ناخدها هاد الخيط اللي هو طالع من الراندة لاحظوا معاي الخيط اللي انا غادي مدلوه فيه هو اللي طالع من هاد البلاسة يعني من الغرزة هذا هو الخيط اللي غادي مدلوي بيه يعني الخيط اللي في العين ديال البرق متنقربوش ليه وكننا اخدو الخيط اللي طالع من الابرة وتنبدو هنا تلوي ولاحظوا معاي جيدا هنديرو هنا غير واحد اللوية بهالطريقة يعني سهلة بزيف غير 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 دي اللوي وغندخلها في الابرة بهالطريقة وتنهبطها من الراس دي اللي برة ونحاول انا ننتبتها بصبعين مزيان والان يعني غير كاللوي بحال هاك وغاد نهبط هادي جوج انا هنا غاد ندير 20 20 وحدة ممكن نديرو حتى 21 يعني ماشي مشكي 20 و 21 وما تنسوش الخيط انا هنا قبرمت غير على 3 شعرات يعني بنت لي 3 شعرات مناسبة لان انا خدمت الراندة كاملة على 3 فقلت زواق حتى هو غاد نزوق بالخيط على 3 فهادي رقم 3 المهم غاد نتبقى غادين حتى شوصلوا لعشرين اللوية او 21 لوية اللي بغيتو فأنا الآن غادي نبقى غادة وكلوي صراحة نسيت على الحساب ولكن مشي إشكال موي من رقم 20 21 بحلكة نستمرو شوي علينا حتنكمله لاحظوا معي جيدا طريقة باش أنا كلوي الخيط على البرق يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا المهم هو وحاولوا أنكم متزيروش هدلويات هاد إلا زيرتوهم بزاف ما اللي غتجي تجري لبرق غادت ما غتبغش تجري لك لبرق وغادين يتخسروا لك كاملين وغتطر إنك تعاود الخدمة فمن الأفضل خليها شوية مرخوفة وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفة بزاف يعني عينك ميزانك غير هو حاولي أنك متزيريش وصافي الآن يعني نغرك نلوي بهالطريقة هادي يعني طريقة سهلة المهم غادي نبقاو غادي نخدامين حتى نكمله بشوية علينا متنسوش في الجزء التاني غادي نوضع ليكم يعني طريقة باش غادي نزوق الفراغات اللي ما فيهم الشهدة وحادي طريقة بسيطة جدا يعني غير المهم نشوفوا الصورة الآن دي ما أرجعو الخيط لهذاك إتجاه وعادة جروا البراق لاحظوا معاي مزيان أنا هنا رات أنا زيارت شوية الخيط ولكن مش مشكلة البراق المهم جريناها غير كما قلت لكم حاولوا ترخفوا الخيط شوية وفي نفس وقت متزيروش عوتياني لان خفتي بزاف ما غايجوش زوينين زيارتي بزاف غا توحلي مع البراق مهم عينكم ميزانكم مصاحب أول مرة متجربوش يعني مباشرة في الراندق جربو في التوب التوب عادي يعني خوذو غير طريف ديل التوب وجربو فيه حتى تتمكنوا منها عدا ديروها فوق مراندق لاحظوا معاي مزيان دبا من اللي إعطاعتنا احنا هاد الشكل دائري هاد الشكلة دا ديال بوي بي شاولا مهم كل واحد يسميها بطريقة اللي عجباتو فالآن خاسني انتبتها فوق مراندق حيط دبراكي مكتبين لكم راها ما تيبتاش يعني دروري خاسنا نتبتوها فأنا هنا غاد نرجع نهبط يعني غنهبط الإبرة في النقطة اللي بديت بها في الأول يعني فاش طلعت الخيط أول مرة غرجع نهبط لاحظوا معاي مزيان غاد نهبط دا بالبرا نجارها وغاد نعاود نرجع نتبتها على جوش المرات تقدروا تتبتوها غير على مرة ولكن أنا فضلت نتبتي على جوش المرات بش تتبت مزيان شوفوا معاي مزيان راها محلولة يعني خاصة ضروري تبت فغاد ندير خيطة هناك في هاد المكان وخيط في المكان الآخر المهم هو أنها تكون تابتة لاحظوا معاي الإبرة بلاسة اللي غنطلع منها الإبرة فلاحظوا معاي جيدا طلعنا الإبرة من هاد بلاسة هادي ممكن ما قلت لكم غير تبتوها وصافي يعني جو تمرات باش تبتلينا بشكل جيد الرجوع نهبطو البرا من وسط يعني من وسط السميجو هاد البويبي شهادي وكذلك الراندة اللي اللي في الأسفل الشهدة ديانا اللي خدمناها شوفوا معاي ديبه هنا كنظن أن الصورة ديبه وضحات شوية يعني كنعتادر منكم مرة مرة تصوير كيكون يعني صارا حارا وحد ندهرو في سعيبة باش كنصورو ولكن شغادي نديرو كنحاول يعني ما أمكن أن الصورة تكون واضحة وقريبة وخل يعني الماترية الممعونيش ولكن لاحظوا معاي الآن غادي نطلع البرا من هاد بلاسة هادي اللي كنت حاطة في البرا ديما قتلكم جيوا أما بين هادوك جوش يعني تلقاوا هادوك جوش العوينات وغا تلقاوتموا واحد الغريزة هي اللي طلعوا منا البرا نبقاوا غادي هنا بغيتوا تعمروا الشهدة كاملة عمروها كاملة بنفس الطريقة مازال ما كمناش حق هاد البويبي شهادي مازال بقى نديرو لها وحد غرزة الفرنسية فلاحظوا معاي جيدا ديما لإبرة كنحطوه هنا وكننا أخذ هاد الخيط اللي طالع من الراندة المهم كما قلتلكم هنا غادي نبقا وغادي نكلوي حتى نوصلوه العشرين أو واحد وعشرين حيث هنا نخدمت يعني بالخيط على ثلاثة يعني عمر هذيك البلاثة وجيت مزيانة مهم واحد هنا نشوفوا معايا جوج جوج ثلاثة أربعة خمسة مهم عم قا وغادي نخد دامين حتى نكمله اللي عندها أي تساؤل شي خدمة شي حاجة يعني مهم أي تساؤل توضعه في التعاليق وشكرا لأي وحدة كتكتب أي تعاليق كنشكركم كاملين يعني التعاليق ديالكم مهمة بزيف كيعاونوني باش نعرف واش الخدمة يعني مزيانة واش فيها شي مشكيل أنا بعد مرات نقدر أنا مثلا نديرو حد شي حاجة اللي فيها مشكيل ومندهاش فيها فبفضل المساعدة ديالكم في التعاليق كنكتشف بلي هذيك الحاجة رأها غلط أو هذيك الحاجة رأها أو شي اسم ما عارفاش فكتوريه لي فكنشكركم كاملين وأي وحدة كتبت أي تعاليق كيف ما كان يعني سواء كان تعاليق إيجابي أو تعاليق سيلفي فأنا كنشكركم كاملين وكنحترم الآراء ديالكم كاملين لأن كل شخص والرأي ديالو فكي اللي غاتعجبو الخدمة كي اللي ما غاتعجبوش أموم أنا كنحترمكم كاملين وما تنسوشي هنا ركينا حرية التعبير كل واحد يعبر على الرأي ديالو شي ضروري غادين يعجبو الناس كاملين المهم دا بحاولو غير ترجعو شوية هذي بحلاكة بها تشكل هذي لبقات تطالع وتبتوها مزيان وصافي غاتبقا انتو مغير غاتبداوا تخدموها ديبداوا بنوليكم دي فوات أو الحويجة خاسكم تهبطوهم بش يتبت لأنه من بعد مع السابون ومعه يعني خاسنا راعي وأنه وحد نارا غنصب نوع وحد نارا غنديوه المصلوح فخاسها تكون تابتم زيان بش ما تطيارش أو بش ما يوقعش لاشي موش كيل حل دا بهنا خلينا بحلاكة مشاتفة هنا سوف نضع الغرزة الفرنسية وبهذا المناسبة فكرت واحد السيدة كان طرحت علي واحد السؤال اللي قلت لي عندها راندا ديال الحبة مع المصلوح هبطت ليها فصراحة انا ما معرفش وشكين شي حل يعني باش انها متهبطش لانها مع الطصبين وهي طالعة فماشي بحل البريد مثلا البريد ما كي وقع ليه والو هالطرد ما كيوقع عليه والو ولكي نذكر الحبة قلت لك باللي هي هبطات ليها فكنطلب منكم يعني اي وحدة عندها شي فكرة كيفاش نقدروا ان احنا راندا ديال الحبة متهبطش مع المصلوح فتكتبها لنا في تعاليق وتجاوبة ديك السيدة يعني خل كتبها في تعاليق انا غد نقلب على الكمونتار ديالها وغد نجاوبها اي وحدة يعني بانت لاشي فكرة بش انا راندت الحبة متهبطش فتكتبها لنا يعني نستافدوا من بعضياتنا العلم يعني نحتاك رؤوا ولا شي حاجة يعني اللي عندها شي حاجة وبغد تفيدنا بها فمزيان نستافدوا كاملي هنا هاد غرزة الفرنسية قادروا تلويوا على 4 على 5 على 3 شوفو انتم او الضوء ديالكم انا هنا ادرت على 4 يعني 4 بنتيه مناسبة فهنا يعني نرجع نهبط البرا الغرزة الفرنسية سهلة بزيف اتقدرو هنا تستعملوا عوض الغرزة الفرنسية اللي درت انا هنا في الوسط استعملوا العقيق يعني عقيقة صغيرة تكون بالحجم ديال هادك العوينة وديروا في بلاسة فهادي واحدة اخرى فيا نفس الخدمة وغادي الان غادي نستعمل هاد النوع هادا هو اللي غادي نزين به هاد اربعة الشهدات اللي عندي هنا في الوسط خوضو هنا برا تكون ارقيقة ماشي البرا ديال الراندغ حيط العين ديالها صغيرة مو انتم ديما ما تبغوا تشريو العقيق ولا تشريو شي حاجة ديما جربوا البرق اللي غدا تخدم لكم فيه حيط را كين بعد مرات كيبالك العقيق كبير وكتلقى العين دياله صغيرة بزيف المهم انا هنا اخذيت برا رقيقة وهي اللي غادي نركب بيها هنا غير عينكم ميزانكم كتشوفوا يعني انا بغيت نديرها في الوسط بالضبط يعني تكون في الوسط كما قلت لكم تقدروا تزينوا احت هاد ربعة الشهدات اللي في الوسط هنا تزينوهم ب بهاد البيبي شات هادو واللي ما بغيتش فاحتى هاد طريقة مزيانة وساهلة في نفس الوقت وكتعطي وحد منظر صراحة كتعطي وحد منظر في الجزء الثاني ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها قد يتجلبها كيفاش طلعات يعني كيفاش طلعات من اللي طرزناها وصيبناها وقعد ديناها كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم متنسوش اللي عجبها الفيديو وعجبها يعني الاسلوب ديالشح فاضغط على زر الاعجاب كتشجيع لنا على الاستمرار وليك تشوف القناة لأول مرة وعجباتها فمرحبا بالاشتراك ديالها المهم اتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله اشتركوا في القناة